من الميادين السلام عليكم وإلى العنوي هون يستدف دورية للاحتلال عند سياج الفاصل مع غزة واستشهاد فلسطيني في غارات على القطاع نتنياهو يدعو إلى دعم النظام الأردني أمام داعش ويعلن تأييد استقلال كردستان العراق داعش يعلن إقامة الخلافة الإسلامية ويسمي أبا بكر البغدادي أول خليفة للمسلمين السلام عليكم أعلنت وسائل علام إسرائيلية عن سقوط عشرة صواريخ في مناطق مفتوحة داخل المجلس الإقليمي في أشكول الصباح اليوم كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قذائف هون سقطت على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي عند السياج الفاصل مع قطاع غزة هذه التطورات تأتي غدا تستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس جنوب القطاع بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مراسلتنا أفادت بفتح الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها على شواطئ خان يونس وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنت سلسلة غارات في الساعات الماضية على أنحاء مختلفة من غصة دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الأسرة الدولية إلى دعم النظام الأردني أمام تهديد ما سمى الإسلام المتطرف وإلى تأييد استقلال كردستان العراق وفي كلمة أمام معهد الدراسات حول الأمن القومي في تلبيب أعرب نتنياهو عن قلقه من انتقال موجة تطرف داعش إلى الأردن في وقت قريب ورأى أن الأكراد شعب مقاتل ولهم الحق في استقلال سياسي الكلام الذي نقله موقع دايلي بيست الإلكتروني الأمريكي الأسبوع الماضي أن دبلوماسيين إسرائيليين أبلغوا نظراءهم الأمريكيين أن إسرائيل ستكون مستعدة لشن عملية عسكرية من أجل إنقاذ المملكة الهاشمية في ضوء تطورات الوضع في العراق ترددت أصداؤه بقوة في إسرائيل الموقف الإسرائيلي الأكثر صراحة صدر عن وزير الخارجية أفكدور ليبرمان ومن أوروبا بالتحديد فأوضح أن إسرائيل ستساهم في حفظ استقرار الأردن على يتم ذلك بالتنسيق مع دول المنطقة المعنية والولايات المتحدة وأوروبا مصادر أمنية إسرائيلية قالت لصحيفة هاريتس إن حكومة بن يمين نتنياهو تعي قلق العائلة المالكة الهاشمية وتقدم لها المساعدات من جوانب عديدة وقت الحاجة لكن لا يتوقع اشتعال الأوضاع بصورة تؤدي إلى تدخل إسرائيل في الفترة القريبة المقبلة هاريتس أضافت أنه إذا حدث تصعيد من الجائز أن يطلب الأردن مساعدة إسرائيل لكن الأخيرة سترفض ذلك بصورة غير معلنة قدر الإمكان من أجل عدم إثارة انتقادات في العالم العربي بأن الأردن حليف إسرائيلي صحيفة يدعوت أحرنوت اعتبرت الحديث عن دور إسرائيل كشريك في التدخل الأمريكي بالأردن أمرا منطقيا ولسيما أن إسرائيل وقفت في السابق إلى جانب الأردن عدة مرات وهي ترى في حدودها الشرقية مع المملكة جزءا من منظومة حماية إسرائيل إذا أتفكك الدول القومية العربية مثل سوريا والعراق على أن الموقف الأكثر دلالة على المستوى الاستراتيجي يتعلق بخط الدفاع عن إسرائيل واعتبار جهات أمنية إسرائيلية أن هذا الخط يبدأ من الحدود الأردنية العراقية وينتهي في البحر الأبيض المتوسط أعلنت الدولة الإسلامية في العراق والشام قيام ما سمته دولة الخلافة الإسلامية وبايعت إبراهيم عواد البدري الذي كان يعرف باسم أبي بكر البغددي خليفة للمسلمين وفي تسجيل بثه التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي قال أبو محمد العدناني المتحدث باسم التنظيم أن شروط الدولة ومقاوماتها قد تحققت وأصبحت واقعا على الأرض قررت الدولة الإسلامية ممثلة بأهل الحل والعقد فيها إعلان قيام الخلافة الإسلامية وتنصيب خليفة للمسلمين ومبايعة الشيخ المجاهد عبد الله إبراهيم ابن عواد ابن إبراهيم ابن علي السام الرائي مولدا ومن شآه البغدادي طلبا للعلم وسكناه وقد قبل البيعة من هو أبو بكر البغدادي نتعرف عليه في هذا التقرير قد لا يجد المتصفح على المواقع الإلكترونية عن شخصية أبي بكر البغدادي غير هذه الصورة حقيقة غمضة لهذه الشخصية التي عينت خليفة للمؤمنين بالنسبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق فبحسب المخابرات الأمريكية صنف البغدادي في عام 2011 إرهابيا عالميا وعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القضي عليه أو وفاته اختلفت الروايات كثيرا حول نشأة هذا الرجل الأربعيني قبل عام 2010 إذ يقول البعض إنه كان مزارعا واعتقل على يد القوات الأمريكية عام 2005 واعتنق بعدها الفكر السلفي الجهادي المتطرف فيما يقول البعض الآخر بأنه ترعرع في عائلة سلفية متشددة منذ حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وما لبث أن أخذ منحا متطرفا وحمل السلاح في صفوف تنظيم القاعدة برز اسم البغدادي كثيرا في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين وقوات الجيش والشرطة العراقية وكان أبرز تلك العمليات الهجوم على مسجد أم القرى في بغداد الذي قتل فيه النائب العراقي خالد الفهداوي تولى أبو بكر البغدادي رئاسة التنظيم في العراق بعد عشرة أيام على مقتل أبي عمر البغدادي في غارة للطيران الأمريكي في عام 2010 وفي عهد أبي بكر البغدادي دخل تنظيمه معارك شرسة مع جبهة النصر وفصائل مسلحة في سوريا إلى جانب قتاله ضد الجيش السوري حيث وجل تنظيمه مساحة خصبة على الأراضي السورية مستغلا الفوضى لتحقيق المكاسب وتوسيع النفوذ ولسيما على المناطق الحدودية ميدانيا قتل القيادية بتنظيم داعش أبو الخطاب المرواني وهو سوري الجنسية واثنين أخرين خلال اشتباكات بين داعش وجيش رجال الطريقة النقشبندية وتنظيم ثأر الشهداء في الأطراف الغربية لجبال حمرين في ديالة كما نعم يسمى بالمجلس العسكري لثوار العراق أحمد جميل الفهداوي مسؤول المجلس العسكري لثوار الأنبار الذي قتل في اشتباكات مع الجيش العراقي شرق الرمادي ووصلت القوات العراقية أمس عملياتها في مدينة تكريت الاشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحي داعش حول مدينة تكريت هي التطور الميداني الأسخن في العراق المعارك محتدمة بعد عملية الجيش التي أطلقت من محاور الدور ومكشفة وصحراء الجزيرة القوات العراقية البرية تواكب بالطائرات الحربية والمروحيات العملية مستمرة وتهدف للسيطرة على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين وإلى تأمين طريق سامراء تكريت أمام حركة المدنيين وفي الأحداث المدنية أن مسلحي داعش هاجم قطعات للجيش العراقي في منطقة صحراء الجزيرة بهدف قطع أحد طرق إمداد القوات المهاجمة في الإسحاقي التي أعلنها الجيش منطقة مطهرة قبل نحو عشرة أيام هاجم مسلحون منزل مدير استخبارات سامراء وفجروه وخطفوا ثلاثة من حرس العقيد عبد الحميد السامراء أما في الأنبار فيطوق الجيش العراقي مدينة بروانا جنوب قضاء حديثة تمهيدا لدخولها في ظل اشتباكات عنيفة على أطرافها مع المجموعات المسلحة أما في الفلوجة فدارت اشتباكات عند جسر السقلوية شمال المدينة ما أدى إلى إصابات في صفوف الطرفين وفي ديالا دارت اشتباكات بين البشمرق الكردية وداعش في ناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين وفي سياق الأحداث العسكرية أفادت وزارة الدفاع العراقية عن وصول الدفعة الأولى من طائرات السخير الروسية لوضعها في العمل مباشرة ومن المتوقع أن تصل الدفعة الثانية قريبا ليكون المجموع 12 طائرة حسين نوردين بغداد الميادين وفي مدينة الموصل أعلن اختفاء رهبتين وفتتين وشاب من ميتم مسكنتا مصدر كنسي رجح خطفهم على يد إحدى الجماعات المسلحة المسيطرة على مدينة الموصل وقال إنه انقطع الاتصال بهم أثناء توجههم إلى مقرهم في منطقة الخزرج المجاورة لكنيسة مسكنتا ودار مطرانية الكلدان القديمة في نيويورك عبر الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون عن قلقه البالغ من تفاقم الأزمة العراقية وشجب كل التعاديات على المدنيين من أي جهة أتت بأن طالب باحترام حقوق الإنسان وأكد انزعاجه من الإعدامات الميدانية التي ترتكب سواء من قبل داعش أو القوات الحكومية سياسيا تتكثف الاتصالات والمشاورات داخل التحالف الوطني في العراق لتسمية رئيس للوزراء قبل جلسة البرلمان المقبلة ولسيما بعد طلب المرجعية دينية الاتفاق على مرشح قبل الجلسة لكن يبدو أن الاتفاق حتى الآن لم ينضج بعد من الحمرية والتفاصيل مخاض الساعات الأخيرة قبل جلسة البرلمان يوم الثلثاء المقبل يبدو عسيرة كل العيون شخصة نحو التحالف الوطني علّه يعلن عن ولادة طال انتظارها تسمية رئيس مجلس الوزراء لا تزال عقدة مستعصية على الحل أسماء عدة طرحت على طاولة التحالف الذي يحاول اختيار شخصية تجمع عليها معظم الكتل السياسية العراقية ويرجح البعض أن يتم الاختيار بالتفاهم مع اعتلاف دولة القانون إذا لم يتمسك برئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي لا يمكن أن نطرح مرشحا لا يحظى بمقبولية الكتل أو القوى السياسية الأخرى نطرح مرشح يجب أن يحظى بموافقة الكتل النيابية والسياسية الأخرى وكان خصوم المالكي طالب التحالف بترشيح شخص توافقي يساعد على إخراج البلاد من أزماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية نتيجة للسياسات الخاطئة والظالمة خلال مرحلة حقوة الحكومتين الماضيتين نحن أعلننا موقفنا بكل صراحة سوف لن نكون جزءا من حكومة يرأسها السيد المالكي داخل أروقة اتلاف دولة القانون يبدو أن نور المالكي هو المرشح الأقوى حيث يعول كثيرون على الإنجازات الأمنية ضد تنظيم داعش لتحقيق هذا الهدف لا يمكن اختيار غير على اعتبار الآن دولة القانون هي الكتلة النيابية الأكثر عددا لا يمكن للآخرين أن يشكلوا أغلبية لأن دولة القانون قد شكلت الأغلبية وفي ظل هذا الاختلاف يتحدث البعض عن مقترحات للخروج من الأزمة منها مراقبة أداء رئيس الجمهورية من قبل التحالف الوطني وضرورة التفاهم على الرئاسات الثلاث في سلة واحدة الاختلاف لا يقتصر على تسمية رئيس الوزراء فقط بل على تسمية رئيسي الجمهورية والبرلمان أيضا ولا يبدو حتى الآن أن بوادر التفاهم على الأسماء قد نضجت بعد لذا يتوقع كثيرون أن تكون جلسة البرلمان المقبلة بروتوكولية إذا اكتمل نصابها ملح مرية بغداد الميادي إلى مطار العوين العسكري في تونس وصل فجر اليوم الدبلوماسيين التونسيين الذين كانوا مختطفين في ليبيا عقب إطلاق صراحهما رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة كان قد أعلن الإفراج عنهما بعد فترة اختطاف امتدت لأسابيع من جهتها أكد وزير الخارجية التونسي أن تونس لم تخضع لأي مقايضة وأشار إلى أن عملية إطلاق صراح التونسيين المختطفين تمت من دون مقابل حفظنا على المبدأ أين الأساسين؟ اللي هي الحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها وعدم المقايضة وعدم المفاوضة تحت الابتزاز والمساوضة في ذكرى مرور عام على ثورة الثلاثين من يونيو تسود أجواء من الترقب في مصر فوسط دعوات الاحتفال بالذكرى دعت جماعة الإخوان لتظاهر احتجاجا على خروج المصريين في ذلك اليوم لإسقاط الرئيس محمد مرسي في ذلك اليوم قرر المصريون الخروج في تظاهرات حاشدة اعتراضا على سياسات الرئيس محمد مرسي وعلى عدم وفائه بالتعهدات والوعود التي قطعها قبل توليه الرئاسة وبعده تظاهرات دعت إليها حركة التمرد لسحب الثقة من مرسي والإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة حمل التمرد لسحب الثقة من محمد مرسي العيار هي 22 مليون 134 ألف مياه كثيرة جرت في نهر الأحداث على مدار العام أهمها إجراء الانتخابات الرئاسية عام مضى على الموجة الثورية التي جرت يوم 30 يونيو الماضي وحتى الآن تم إنجاز استحقاقين مهمين وهما إعداد الدستور الجديد والانتهاء منه الإنجاز الثاني كان فيه انتخاب رئيس للبلاد عبر انتخابات ديمقراطية ويجري الآن التحضير للاستحقاق الثالث والأخير الخاص بالانتخابات البرلمانية لانتخاب مجلس النواب الجديد برغم مرور عام والمضي قدما في خارطة الطريق ما زالت جماعة الإخوان ترفض الاعتراف بأي من هذه الإجراءات مع استمرارها في دعوة أنصارها إلى التظاهر في ذكرى عزل مرسي تظاهر جماعة الإخوان المسلمين سواء في 36 أو في 37 القادم ليس لها أي معنى وليس لها أي مغزى وهي نوع من الانتحار السياسي جماعة الإخوان المسلمين الآن في حفرة هي تواصل تعميق هذه الحفرة وتوسيع هذه الحفرة دون التفكير في مخرج مشهد حشود ميادين مصر كان صادما لجماعة الإخوان ما دفعها إلى الإصرار على رفض ما طرح من أفكار آنذاك ولا سيما أن يدعو مرسي إلى استفتاء على استمراره في الحكم إحنا رفعت في حين قضية عليه اللي عزله هو موجود وقلت له أعمل انتخابات الراسية مبكرة لو كان هو وافق أعتقد أن كان القراهية للشعب المصري اللي جماعة الإخوان ما كانتش بقت بهذه الشدة إسقاط جماعة الإخوان كان هدف جميع الحركات المشاركة في الثلاثين من يونيو وتحقق ذلك بإعلان القوات المسلحة في الثالث من يوليو عزل مرسي وتعطيل العمل بالدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد الثلاثون من يونيو يوم اختاره المصريون للخروج لإسقاط مرسي في ذكرى مرور عام على تنصيده رئيسا للجمهورية يوم يرى فيه مراقبون تمسكا وتصميما من المصريين على تحقيق أهداف ثورتهم سمي الشناوي القاهرة الميادين وإلى بعض أبرز عنوين الصحفة العربية الصادرة هذا الصباح مع زميلتي سارة الحافة صباح الخير سارة صباح الخير رانا أهلا بكم من جديد عنوين الصحفة العربية نبدأها مع صحيفة الوسط البحرانية وفيها نقرأ داعش يعلن قيام الخلافة الإسلامية ويبيع أبو بكر البغددي خليفة للمسلمين وفي الشأن البحراني فعاليات حقوقية ونيابية رأت أن قانون الانتخابات في البحرين غير عادل ويجب إعادة النظر في الدوائر الانتخابية من صحيفة الوسط إلى صحيفة الصباح وفيها نقرأ في الشأن العراقي الوطنية تقاطع جلسة البرلمان غدا الجيش يسيطر على تكريت وتأمين طرق سمراء وصلاح الدين البابا يدعو إلى الحفاظ على وحدة العراق من صحيفة الصباح إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية وفيها نقرأ داعش يعلن قيام دولته الإسلامية ومئتان وأربعة وستون قتيلا وجريحا في معارك العراق الأكراد يرشحون ثلاثة لرئاسة الجمهورية وثلاث كتل تقاطع البرلمان غدا اثنتا عشرة غارة إسرائيلية على غزة وليبرمن يدعو لاحتلال القطاع من صحيفة الاتحاد إلى صحيفة الأخبار اللبنانية وفيها نقرأ في الشأن الداخلي خمسة عشر انتحاريا دخلوا لبنان ربيع العرب دولة خلافة وفي صحيفة الأخبار أيضا نقرأ إسرائيل تهدد بإعادة احتلال غزة وحماس تهدد بالعودة إلى الحكم صحيفة القدس العربي جاء فيها داعش يعلن قيام الخلافة الإسلامية ويبايع البغددي خليفة الأكراد سيحضرون جلسة البرلمان غدا والتحالف الشيعي يرشح عبد المهدي والجلبي مع المالك داعش يعدم ثمانية معارضين في حلب ويصلبهم ثلاثة أيام أنباء عن مقتل مراسل أورينت في سجون التنظيم إلى صحيفة الأهرام المصرية ونقرأ فيها الذكرى الأولى لثورة الثلاثين من يونيو توثير انقساما بين القوى الشبابية ونختم هذه الجولة مع صحيفة الوطن السورية فيها الجيش يعيد الأمن لزغاره وتسوية القابون بدأت النصرة تجهد مصالحة صلاح الدين وداعش يشتبك مع جيش علوش في الغوطة الشرقية العراق يتسلم الدفعة الأولى من سخوي واستعدادات لتطهير نينوى وموسكو تحذر من انفجار المنطقة هذه كانت جولة على أبرز عنوين بعض الصحف العربية طبعا لتحليل هذه العنوين في برنامج أخر طبعا والآن عودة إليك رانا شكرا لك سارة الميادين تبدأ بث سلسلة تقارير للإضاءة على إقليم بونتلاند في الصومال ضمن نافذة على الصومال فهذا الإقليم يشهد أمنا واستقرارا بعد سنوات من الاضطرابات الأمنية والسياسية وبعد تأسيس إدارة الإقليم عام 98 من القرن الماضي أصبحت مدينة جروي العاصمة السياسية ومركز النفوذ للسلطة الإدارية كونها تحتل موقعا جغرافيا متوسطا بين أقاليم الصومال شافعي محمد والتفاصيل بعد سنوات من الاضطرابات الأمنية والسياسية عاد الأمن والسلم لمدينة جروي الحياة تدب في أصال المدينة ويقصدها أهل السياسة والمال جروي تأست عام 1948 عدد سكانها نحو 140 ألف نسمة موقعها الاستراتيجي والحيوي أهلها لتكون مركز النفوذ والسلطة لإقليم يتمتع بحكم شبهداتي تعاقب على حكمه أربعة رؤسة اكتسبت أهمية استراتيجية وسياسية بفضل موقعها الجغرافي حيث احتضنت عدة مؤتمرات أقليمية وتعد مركز النفوذ لإدارة الأقليم عودة الأمن للإقليم لم تنهي وطأة أزمة اقتصادية سببتها إجراءات قاسية مارستها السلطة السابقة بطالة في أوصد الشباب وتدن في الخدمة الاجتماعية نهيك عن علاقات دبلوماسية وسياسية متدهورة مع الحكومة الفيدرالية لكن انتخاب عبد الوليقاس رئيس أنعش الأمال بعودة الحرارة بين الإقليم وحكومة مقدشو وتوقف النزيف الاقتصادي للمنطقة على الأقل صار هناك جفاء بين الحكومة المركزية وحكومة الفيدرالية وحكومة البنطلان وهناك الآن علقوا كل العلاقات بين الجانبين الإقليم الذي أنهكت اقتصاده الهش أصلا الحرب ضد القرصانة والإرهاب لا ينفك عن إرسال نداءات استغاثة للعالم لمواجهة هذا الخطر ما لم تكن هناك جهود مشتركة لمواجهته قبل عقد من الزمن كانت هذه المدينة واحدة من المدن الصومالية التي شهدت سراعات دموية وأصبحت فيما بعد اللبنة الأولى لتأسيس هذا الإقليم الذي شهد ثالث انتخابات رئاسية لكنها لا تزال تبحث عن أجوبة شافية للحاضر والمستقبل شافعي محمد قروي شمال شرق الصومال الميادين والآن إلى فقرة الماضي الحاضر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة